تحياتي لكل إخواتي الأهلوية في كل مكان يارب تكونوا بصحة وبسعادة وفي أمام امبارح بعد الكرسة التحكمية اللي عملها إبراهيم نور الدين كابتن طاه اسماعيل خرج عن شعوره ووجه سيل من النقد لإبراهيم نور الدين وعلى الأخطاء التحكمية والكوارث في القانون والتغاضي عن ضربة جزاء للنادي الأهلي واحتساب ضربة جزاء أخرى لإتحاد غير صحيحة بالمرة وهنقول ليه غير صحيحة القانون بيقول إن لو ارتقت لعب رجل اللاعب لرأس المهاجم وحصل التحام أو حتى ما حصلش التحام هيبقى لعبة خطرة وهتبقى ضربة حرة غير مباشرة لو في التحام هيبقى ضربة جزاء ولكن لو دماغ اللاعب هي اللي نزلت لمستوى قدم اللاعب ما ينفعش تدي له أي مخالفة ما ينفعش تدي مخالفة للمهاجم قصدي للمدافع واخد بالك أول مهاجم لأن الكورة أصلا تعتبر مخالفة على نزل بدماغه لتحت فتحي ما طلعش برجله الفوق عند مهاجم النادي الاسمائي النادي الاتحاد السكنداري ولكن مهاجم الاتحاد السكنداري هو اللي نزل بدماغه وهنشوف كابتن طه اسماعيل قال إيه وهنرجع نعقب على الكلام اللاعب بس قبل ما كابتن طه اسماعيل يتكلم ويقول رأيه في الكارثة التحكمية اللي عملها نور الدين حضرتك هتتعمى بلايك للفيديو تشترك في القناة وهتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد عن النادي الآية هنسمع كابتن طه اسماعيل ونرجع نكمل الفيديو بتاعنا نسمع فتحسك ضرب الجزاء يعني احنا انا عين كابتن الشيناو هيكلم عنها يعني الرجل موطي دماغه لحاد ربت احمد فتحي انا معرفت ازاي تفحسك ضرب الجزاء وانتقل مش قادرة فهم ثم كملها بقى ان هو طرد فتحي هو داله انزال على اللاعبه نعم هي اللاعبه طبع ما تسعق بلدك ضرب الجزاء ولا تسعق انزال ولا يسعق وبعد كده هتطرب كمان يعني الحقيقة اه اه كانت ان حكم نوردين يعني من الحكام الجيدين لكن للأسف شديد هو يبحث على المشاكل في كثير من مبارئات يعني هو دايما بيبحث على المشاكل والمرضب الحكم بيبحث انه المنتبه سهلة بالضبط لا هو بيبحث على المشاكل ولو مشاكل كثيرة جدا حصلت في مبارئات كثيرة جدا هو زيال مرة انا اتكلمت في مرة كان مع الانتاج وكان فينا توضع ما عاملوش التسلم ندقى لي جامجلو حسب تسلل وكذا وزيال اكلمني يعني انا بكلمك يعني كاخ وزميف المانا هو مدرب وانا هو حكم وانا مدرب فانا لما بتكلم بتكلم عليك يعني انا عطاق بي لا تستحقنها انا شو بكبت نعمل الشيطة براءة للفايزة لكن هي عصي دي برضو ممتفصلة في المبارئة لاني بنتي ثم طرد معاها كمان يعني يعني شيء عجيب على حد تالي الاشارة بدربة الجزاء في حد شوية مش مثلا فيه ناس بيعمل دربة الجزاء يشوي بيجدوا كده يعني فيها تأكيد يعني انه هو كده طبعا ده زي ما بقول حتى التغييرات اللي بعملها الناجل قالي بعد كده نعم لم توجي شيء لان مبادرة خاتها ناجل الاتحاد نعم وبعدين ناجل قالي ده بعشرة طبعا من ديها 55 نعم لما طارد فتحة فسائت الامور اكتر نعم وبقى الناجل قالي عنده صعوبة جديدة جدا في انه هو يخلف فرص سهلا ولذلك كل الفرص اللي جاتي في كلها عاجاتها فرص عرضية كل نارات فأولاد حاجات من هذا القبيل ولذلك انا شايف ان الناجل قالي يعني خسر النقطتين في هذه المباراة سواء ايده هو او بتقلق ناجل التحدي طبعا كابتن محمد عمر بالتحدي سمعنا كابتن طه اسماعيل شيخ المحللين وشيخ المدربين رأيه ان فعلا النادي الاهلي مخدش النقطتين دول بفعل فاعل وكمان لو لا تدخل ربنا في الموضوع ووفق الشناو ان هو يمكس ضربة جزاء كان النادي الاهلي خسرت التلات نقط وده اللي كان مطلوب من ابراهيم نور الدين ان هو يخسر النادي الاهلي حتى طريقة احتساب راكلة الجزاء كان فيه حدة واصرار وكأنه فتح عكة وكأنه عمل اللي ما تعملش او عمل اللي ما يتعملش بس المشكلة ان يجي واحد زملكاوي يقولك النادي الاهلي بيكسب بالتحكيم والفار اهلاوي والفار بيخاف من نادي الاهلي الفار من غير اي حاجة ادى راكلة جزاء وهمية علشان اللاعب نازل بدناغه لربة احمد فتحي دي نقطة النقطة التانية بيقولك ان طرد احمد فتحي وما كانتش تسحق طرد حتى لو اتكلم بعد اللعبة ده لاعب الكرة اصلا ما فيهاش طرد يا فندم الكرة اصلا ما فيهاش ضرب الجزاء بايه جاي انت بتدي له ضرب الجزاء وبتطرده مش كده وبس ده فيه ضرب الجزاء للنادي الاهلي وش النوى اقرها واحد وثامير احمد عثمان اقرها وهو بحسبهاش ولكن المخطط عشان يعني عارفين اللقمة لما تبقى متعاصة سم متعاصة حاجة تبقى طعمها مش لذيذ زي الترطايا اللي فيها شوية ملح ولا شوية تراب هم عايزين يبوزوا فرحة النادي الاهلي بالدوري ايه خسروه مطش خسروه مطشين خلوه يتعادل ده هدفهم عشان ما هم فيش فيه دي هم حاجة تانية خلاص النادي الاهلي ان شاء الله المطش اللي جايه يبقى متوج رسميا بالبطولة حتى لو تعادل او فاز فده اتحاد الكورة وده ابراهيم نور الدين اللي مرتضى بيقول علينه هو اهلاوي وانه هو مش عارف ايه بس وضع ان قناة البليلة نجحت في اصارة الحكام على النادي الاهلي ولجح في انها تخلي الحكم يبقى شايف الحالة بعينه ويحسب عكسها ده اعلام البليلة الوجه ازاي يخلي الحكام ما تشوفش الحقيقة وتشتغل في الضلال ضد النادي الاهلي ويبقى الناس كلها شايفة الحقيقة والحكم بس هو اللي مش شايف انا بشكركم مرة واثنين وثلاثة كل اخوات الاهلوية في كل مكان باتمنى اخوات الاهلوية تدعمني بلايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد عن النادي الاهلي وما تنساش تعمل لنا شير للفيديو على الفيسبوك بشكركم مرة وثلاثة وعشرة كان معاكم اخوكم هاني الشرقوي والسلام عليكم